بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة شريف له إله الأولين والآخرين وخيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحدة البيضاء ليلها كان هارها لا يزيه عنها إلا هالك فلم يدع خيرا إلا ودل أمته عليه ولم يدع شرًا إلا حذر منه ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه فجزاه الله عنا خير الجزاء وصلى عليه صلاةً تملأ أقطار الأرض والسماء وسلِّم تسليمًا كثيرًا ثم أما بعد إخوة الإسلام بدايةً حيِّيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم في هذا اللقاء الحافل في هذا اللقاء الذي حرصنا جميعًا على المشاركة فيه رجين من الله تبارك وتعالى الأجر والثواب على ذلك فمن أعظم القربات التي يتقرَّب بها الإنسان إلى ربه ومن أعظم وأرقى الطعات التي يتزلَّف بها الإنسان إلى مولاه هو حضور مثل هذه الجلسات المباركة التي تغشان فيها الرحمة وتحفُّنا الملائكة وتتنزَّل فيها علينا السكينة ويذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده ولذلك انتثالًا لقول الله تبارك وتعالى وبشِّر المؤمنين أبشِّركم قبيل الشروع في هذا اللقاء الطيِّب المبارك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينكم إلا حفَّتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزَّلت عليهم السكينة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده والله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه أن يطلب المزيد من شيءٍ إلا من العلم فلم يأمره أن يطلب المزيد من جاهٍ أو مالٍ أو سلطانٍ أو خلافه بل العلم فقط لشرف هذا العلم وارتفاع درجاته عند الله تبارك وتعالى فقال جل وعلا وقل رب زدني علما بل نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رغم ما عنده من العلم كان أعلم أهل الأرض في زمانه طبعاً وبالرغم من ذلك لم يمنع ذلك من أن يتبع الخضر لينال ثلاثة مسائل من العلم فقط فلو كان أحداً يكتفي من العلم لكتفى موسى عليه السلام حتى كان شعار الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه إمام أهل السنة والجماعة العلم من المحبرة إلى المقبرة وكلكم يعرف أكثر مني قول القائل من ظن أن طلب العلم ليس بجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فقد ذهب عقله ومن تعلم باباً واحداً من العلم أحب إليه من أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى سبعين غزوة فمن أعظم العبادات والقربات طلبوا العلم ولذلك كان هو مراث الأنبياء والمرسلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وفي الإخوة الإسلام لا أطيل في هذه المقدمة لأنني أعتبر أن حديثي أو تكلمي بين يدي شيخنا ذنب فلا أريد أن أضيف إليه ذنباً جديداً بأن أقططع من وقت حضراتكم الذي تنتفعون به بسماع شيخنا بإذن الله تبارك وتعالى أكثر من ذلك ولكن هي كلمة أشعر أنني أحبسها في صدري تحمل مشاعر كثيرة جداً لكم لا أستطيع أن أعبر عنها في هذه العجالة خاصة أن الوقت يتحمل التعداد المستوفي والصرد الطويل ولكن أقول لكم كل ما في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى يبعثوا على البسمة والبهجة والفرحة والسعادة بالنذبة لي على الأقل ليس في هذا اللقاء ما يعكر صفوة ولا يكدره إلا شيء واحد فقط كلما تذكرت مفارقتكم بعد انتهاء لقائنا فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في لقاءات كثيرة وفي لقاء كبير نحتفل فيه سوياً بنصرة دين الله تبارك وتعالى أختم بهذا البيت من الشعر كما يقول القائل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولي كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزل أنا لم أعرف هل هناك كان سابق خطة مسبقة أن تكون دعوتي أنا بالذات لتقدمة هذا الحف حيث أنني طرعرعت وتربيت ونشأت بين أحضان هذا النادي منذ عمة أذفاري كنت أنتسب لفريق النادي هنا ثم جاء الحنين ليتجدد مرة ثانية لأقول كما قال القائل وحبب أوطان الشباب إليهم مآرب قضاها الشباب هناك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك الأداب عظيمة أعظم الأداب أراها الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا من صمت نجا من صمت نجا والآن مع محضرة لفضيلة الشيخ الدكتور الشيخ سعيد عبد العظيم فليتفضل مأجوراً بأجوراً بإذن الله بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله أما بعد فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإلي أنيب أن تواجد في وسطكم في مثل هذه اللحظات الفارقات هذه نعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نعم كثيرة نعيشها في هذه اللحظات نعمة العافية والحرية زوال الطغاة والطواغيت نعمة الإقبال على أبناء هذا التيار الإسلامي رغم كثرة التشهيرات والتشويهات الأمر الذي يعد آية من آيات الله تبارك وتعالى ومن محاسن هذه الشريعة التي نتحدث ونتكلم عنها وإلا فليس لمخلوق أن ينسب الفضل لنفسه وأن الفضل بيد الله وإلا وفق الحسابات المادية والبعض وكأنه أتقن صنعة الحساب يقول الواحد زائد واحد تسوي اثنين لا نحن نعيش لحظات لو قلنا الواحد زائد واحد يسوي عشرة يسوي مئة لا نقطق أبدا في صنعة العد والحساب فمع الطاعات والقربات يبارك في القليل وهذا محسوس ومشاهد وإلا فمؤدة الهجوم الشرس على دين الله وعلى الدعاء إلى الله وعلى الشعائر والشرائع مؤداء ينصر في الناس بالكلية عن طاعة ربهم تبارك وتعالف أن نجد العكس والنقيد هذا كما ذكرنا لا يقضع لحسبة مادية لا أبدا ولذلك نقول نعيش لحظات فضل لابد من تأدية شكرها لله تبارك وتعالف فنحن نعيش في أيام هي بمثابة إرهاصات لها ما بعدها ولتعلمون نبأه بعد حين ولله أوس آخرون وخزرجوا والمستقبل لدين الله بغلبتي وظهوري على الأديان كلها المبشرات كثيرة لا تسع أو لا يسع مخلوقا أن يسيء ظن بربه أو أن يعيش حياة الإرجاف أو التخذيل يعني الشرع يأمرنا بالبشارة والواقع يصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر ولا تنفره والواقع على النحو الذي تشاهدونه الانتخابات الأخيرة التي جرت في مدلس الشعب ونحو ذلك كل ذلك يعبر كل ذلك يعبر وكل ذلك كان له مقدماته له إرهاصاته بمعنى لم يولد بين عشية وضحاها حتى كلمة السلفين التي ظهرت في الأيام الأخيرة هذه الكلمة أو هذا الواقع يعني له رصيد له بدايات له مقدمات منذ أوائل السبعينيات كانت الدعوة هنا في الإسكندرية وفي كلية الطب وكلية الهندسة تحديدا كانت بدايات السلفيين هذا تاريخ وماضي طويل يحتاد لسرد يحتاد لمؤلفات حتى تذكر المعاني وإلا فالناس وكأنهم اكتشفوا ناموا نومة طويلة استيقظوا على إثرها وددوا طوفانا يسمى بالسلفيين ملأ السهل والجبل لا بطل مسألة ليست هكذا كما ذكرنا منذ أوائل السبعينيات كانت الدعوة في جامعة الإسكندرية في كلية الطب والهندسة تحديدا وانتقلت الدعوة إلى بقية كليات الإسكندرية ومنها إلى البيوت وإلى المساجد على جهة التحديد ومن الإسكندرية إلى بقية البلد حتى أنشأنا جماعة إسلامية في الأزهر وكانت موضع تندر كان الناس يتعجبون أزهر وفي جماعة إسلامية هذا هو الذي حدث لسبب أو لآخر أخطأنا أو أصابنا ولكن هذا هو الذي حدث وأقبنا معهدا وكانت نجرة وانتشرت الدعوة حتى خارج حدود البلد ثم منعنا منعنا لا أغالي لو قلت حتى من الماء والهواء منعنا من الظهور في الفضائيات لما ظهرت من الخروج حتى للقاهرة للطنطة لإعطاء درس أو خطبة جمعة منعنا من مثل ذا وكل الأشياء المعهد أخذ مننا النشرة المجلة التي كنا نصدرها كل ذلك منعنا منه وعلى الرغم ذلك انتشرت الدعوة انتشارا كبأثارنا دخول المسجد نعلم ونتعلم ونرب الناس ونترب وانتشرت الدعوة بفضل الله ولذلك ليس من مخلوق أن يقول أنا وأنا أو أن نحيا حياة التوصية أو النرجسية لا أبدا الفضل كله بيد الله لم نزعم لا خبرة ولا إمكانيات ولا قدرات ولا عقلية تنظيمية وحتى عندما أسسنا حزب النور مؤخرا ده هذا الحزب عمره أيام لا ندعي أيضا العقلية السياسية أو أننا نمتلق خضرامة سياسية لا ندعي شيئا من ذلك وهذا من تمام النعمة ومن تمام منه وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك قال العجب العجب وفي الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما خسامته ولا أبالي فالعجب والغرور والكبر كل ذلك مذموم وكل ذلك وكأننا يعني والله الحمد كانت الإعانة كيف نتكبر كيف نغتر إن اخترارا بالله حمق كيف يوصينا هنا العجب هنزعم أننا ولدنا وفي الحنك ملعقة من سياسة أو ملعقة من تنظيم أو امتلكنا المليارات في الانتخابات الأخيرة التي كانت على عهد النظام البائد هذه ينفق عليها 14 مليار 14 ألف مليون وانفقت على الانتخابات الأخيرة المزورة والله الحمد اليوم الجريدة والحزب وكل الأنشطة مديونة أقول هذا لا أقول استجداء لا طبعاً أقول ذلك من باب الإحساس بالنعمة بالمنة كما ذكرنا وإلا فالغرور والكبر والعجب والأنا يحمل الخطورة بمكان الفضل كله بيد الله وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك ما نحتد لحيل لخطط لمؤامرات لا أبداً والدين هو دين الله والبعض حتى وأنا لا أنسى الكلام على محاسن الشريعة عندما يتكلم عن الشريعة وكيف تطبق وفي أمريكان وفي يهود حيمنعه تطبيق الشريعة أنا أقول هذا وهم عريض هذا وهم عريض المسيح لما ينزل في آخر الزمان حاكماً عدلاً مخصطاً سيحكم بشريعة الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنتم إذا نزل ابن ماريام فأمكم منكم هذه رواية وفي رواية أخرى وإمامكم منكم إمامهم ومحمد بن عبد الله يومئذ وفأمكم منكم أي أمكم بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه فكن الشريعة تحكم طبعاً إذا رفضت أنت فبإذن الله تعالى رغم أنفنا وأنف الدنيا بأسرها ستحكم الشريعة بل المسيح سيطبيقها سيحكم بها بإذن الله تعالى ولذلك الإمام الذهبي عد المسيح من حكام الأمة وأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يموت في آخر الزمان وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعوا الله إليه وكان الله عزيزاً حكيما فيموت في آخر الزمان ويصلي عليه المسلمون ويدفن بالمدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لئلة أسري به فعده من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وحاكم من حكام المسلمين فالإرجف والتخذيل بل ما نحن بصدده الآن يعني بمثابة آية من آيات الله وأنا لا أغالي لو قلت هذا العصر هو عصر الآيات البينات وأنا أخشى أن نتنكى بصراط أن نجحد شريعة ربنا يعني تكون النعم والمنا ثم تقابل بلج حدوى النكران هذا من الخطورة بما كان وإلا فانظر في قصة ثموت كوم صالح طلبوا الآية فخرجت الناق وقال لهم نبيهم صالح لها شرب ولكم شرب يوم معلوم يقول سبحانه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدمبهم فسوا ولا يخاف عقباء يعني بعد ما تشوف النعم بعد ما تشوف الآيات والبينات عايز كفر وبطل وضلال عايزها لبرالية ومدنية وعلمانية يعني لابد من مراجعة للنفس أنت إذا كان ربنا قد امتن عليك وأزال وإزالة الطغاوة التواغية إن كنا نتحدث عن ثورة جزاه الله خير كل من صنع لنا معروفا فجزاه الله خيرا عنه ولكن المعروف ما الذي أزداه اللي وقف الميدان مثلا دون غير ما ربما كانت امرأة مسكينة رفعت أكف الضراعة لغالق الأرض والسماوات روعت في زوج في ابن في أخ وفي الحديث واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب المسألة لماذا نحجر واسعة لماذا تستبعد لماذا دعوة امرأة مظلومة مثلا روعت في ابن طابور المعتقلين طابور طوي الجد طابور المعذبين في الأرض طابور طوي الجد طابور حتى صارعه يعني الشيخ سيد قطبه وغير الشيخ سيد قطب ده طابور طويل جد إيه المسألة هو الراجل كان عايز حكم ولا عايز عامة ولا عايز مال لماذا يقتل وخصان وأنت تقول الرأي والرأي الآخر وديمقراطية وأكثر من الرأي وقل رأيك وأنا أدفع حياتي ثامنا لأن تقول رأيك طب أنا حاول رأيك حتعتقلني هو ده اللي بيكون هو ده اللي بيحدث لابد أن نتعرف على الواقع لا داعي لبيع الوهم أو العيش في الخيال حرية وديمقراطية والرأي والرأي الآخر الرأي والرأي الآخر لكل إنسان سيرقص هذا هو الواقع لو كل إنسان سيغني حتفتح له صلاة كبار الزوار أما أن يقول ربي يا الله يصنعون معه ما صنعوا مع الأنبياء المسيح أثر عنه أنه قال من ضربك على خدك الآيمن أدل له خدك الآيس في تحوى سلمية أكثر من ذلك حوالوا قاتل نبي الله موسى النبي صلاة الله وسلامه وزحامهم في برلمان قاتل منهم آبدا قال اعبدوا الله ما لكم من إله غير كانت النتيجة أخرجوا من أحب بلاد الله إلى الله من أحب بلاد الله لنفسه شريفة أذوه في أصحابه هجرتين للحبشة ومرة للمدينة حوالوا قتله لماذا ننسى السنن والسير البعض وكأنه يحجر واسعة حتى في الكلام والحديث ما هو ده واقع المحاكمات على السوار وعلى القتل السوار الله ده الجرائم أكثر من ذلك بكثير جدا الصد عن سبيل الله والتنفر من طاعة الله واحد زي سيد بلال حتنساه مدى طبول طويل جدا كما ذكرت وانظر في قصة صاحب ياسين ما هو أيضا قتل لماذا زحم على برلمان كفرهم دولة وجه حق آبد الدعوة التي ننتسب لها والله الحمد للتجنابات كل خطوط الحمراء لم نسلك مسالك العنف تجنبنا لم نقتل قط تجنبنا التكفير الغلو في التكفير تجنبنا حتى دخول برلمان عبر العمر الطويل والله الحمد والمنا أنا واحد من الناس كل يوم في أمن الدولة هو أنت نازل انتقابات مجلس الشعب لحد ما دجرت كل يوم من الصغير هو أنت نازل انتقابات مجلس الشعب سألت ايه المسألة دي ايه المسألة دي قال لس لتواطر تواطر شوف التعبير الشارعي ان انت نازل انتقابات مجلس الشعب طب افرض اننا نزلت إيه التهمة إيه الجريمة تجنبنا كما ذكرنا الخطوط الحمراء الثلاثة ورغم ذلك منيعنا من الماء والهواء لابد من قراءة السنن والسير قراءة واعية صاحب ياسئين أتى من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإلي ترجعون أخذوا وقتلوا ما الذي فعله دي كلمات ما تسيبوا يقولها إيه المسألة ما اللي بيغني بيغني واللي بيرعس بيرعس واللي بيأتفر بتقولوله حرية شخصية وحرية رأي وتعبير ما تسيبوا أبدا أخذوا فقتلوا نصحهم ميتة كما نصحهم حية قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرم ثم هانوا على ربهم وما أنزلنا على قومي من بعض من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون نحن نتشرف بالانتساب لهذا الدين وإن الدين عند الله الإسلام لدن آدم وحتى لما بنكلم على حضارة المصريين وحضارة السبع تلف سنة والفراعنا وأجددنا لا هذه التعبيرات وهذه المصطلحات تحتاج إلى تصويب تحتاج إلى تعديل وإلا فالأمة بدأت بنبي مكلم بنبي الله آدم وإن من أمة إلا خلى فيها نذير رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فتتابع إرسال الرسل كلهم يقول لقوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره والحضارة في حسنة هي التي تقام على منهج النبوة تقام على أساس تعبيد الدنيا بدين الأول حضارة الفرعونية إيه شاءت مسلات وأهرامات ما تفتاخر حتى وأنت تقول أنت حتر الدول ما البعض كان لما يسمع إن إحنا نرجع للكتاب والسنة يقول لك فكر ظلامي فكر متخلف فكر راجع وهو هو متناقض حتى النغاع يقول لك فرعوني الله يقول لك ديمقراطي ما الديمقراطية ده نظام يوناني قديم إيه المسألة هي ديمقراطية اكتشاف عصري اكتشفوها في السنوات الأخيرة نظام يوناني قديم والله أنت حتى بيستلح الأولاد الصغار واحيانا يسمعوا الشاتمة يقول لك اللي بيشتم بيشتم نفسه فأنت لما تقول لي ظلامي وراجع ومتخلف وفنتوه واللحظة تقول فرعونية وديمقراطية أقول لك متخلف أنت متخلف أنت راجعي أنت ظلامي أنت ظلامي ما يحقص المعاني والكلمة الحقي مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبي كائنا من كان وعلى الحق نور والحق موافق الكتاب والسنة فالحضارة عندنا ما أقيم على منهج العبودية تعبيد الدنيا ولذلك حتى لما بنتكلم اليوم وإخواننا داخلوا والكل بيكلم على الإصلاح التعليمي ودي بوابة والتاني يناوشوا ويقولوا لا الإصلاح الاقتصادي والتالت يقولوا الإصلاح السياسي قص الإصلاح ما فيه إقامة واجب العبودية ما تنساش ما هو إيه قيمة إن أنا أمتلك الدنيا بس خلي المليارات في جيبي خلي أبا زينبارك المسألة أحكم مصر وكل الناس أصفاه رئيس وزراء صفر على الشمال ووزير داخلية صفر على الشمال وأنا معي المليارات وبعد شوية أترمى ولا أفص إزاي أو حتى أموت يعني لابد من شيء من الفهم شيء من العقل شيء من الإدراك وإلا فلابد أن نصل الأرض بسماء الدنيا بالآخر حسبة واحدة حسبة واحدة لابد أن نصل الساعات بعضها بالبعض الساعة لربك وساعة لقلبك والساعة للقلبه مع كل شيطان رجيم والساعة للربه إنسان تقناقي بيصلي ويصوم وخاف من ربنا هلا ده إيه التناقض ده ده إيه التناقض ده ساعة مع ربويات وساعة وكأنك السراط المستقيم تناقض مريب تناقض الحياة ممتدة زمانا ومكانا في حسابات المسلمين زمانا لأبد الآبدين ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سامعت ولا خطر على قلب بشر والله أمتلك السيارة جميل وتملكني الفلة الجميلة البيت الهنيء وأولاد جمال بس أنا لما حياتي تقصر عند اللحظات الفانيات ده والله بئسة الحياة ما نعمل زي الناس بتاعت النرويج والدنمارك ما ده أعلى نسب معيشية وأعلى نسب انتحار وأعلى نسب في المصحات النفسية ليه؟ الحياة بغير الله صراب يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب نصلح لابد نبي الله شعيب خطيب الأنبياء ابتدأ دعوته قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نهى عن تفريد في المكال والميزان ثم ختم دعوته بقوله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإلي أنيب فأنا والله عايز إصلاح عايز إننا التعليم والإعلام الثقافة والصحة إن الناس عدلة اجتماعية وحرية ومساواة والناس تلاقي اللؤمة الجميلة والبيت المسكن الهنيئ والمركب الهنيئ ما فيش إشكال آبدا بس أنا أخليهم يكفروا مثلا يكفروا بخالق الأرض والسماوات وباعد بينهم وبين مرضات ربهم ما الذي يديرني أن أقول أقيم الدنيا على أساس من شرع الله على أساس من دين الاستقيم ويرحمكم الله ناصل الأرض بالسما نصبغ الدنيا بدين الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوكنون شريعة حاكمة شاملة عامة لكل زمان ومكان شريعة لابد أن ننصبغ بها في السياسة في الاقتصاد في الاجتماع في الأخلاق في الحرب في السلم في المسجد والسوق لا يصح أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كان عندنا حزب التجامع أما خليل بيت ممكن تقوم يا ساري ما الاستلاحات المستجدة سقور وحمائم متشددين ومعتدلين تقسيمات إيه يا أخوة متشددين ومعتدلين دي إيه سقور وحمائم إيه التصنيفات دي في عندنا مصطلحات إسلامية بنحتاكم لها وإلا فممكن ما تخيل تخيل إن كل واحد حيمسك الميزان الشيوعي حيجي يوزني أنا تفتكر حيقول علي إيه منتظر إنت أن يقول علي معتدل كله إناب ما فيه ينضح دي مش مسائل فوزير معادلات صعبة إنت تمسك الميزان لوحدة رقاصة مثلا هتوزن المنقبة ولا المحجبة الزيه متشددة دي متطرفة جدا ليه؟ لأنك عطت المازل رقاصة المسألة مش عايزة فتاكة عقلية لا أبدا أبدا إنسان جاحد لدين الله لو شفني بصلي حيقول لك بيضع وقته حيضيع الأمة ها حيضيع مصالح المجتمع يد المصيبة يد المصيبة أنا لما صلي ده كان عمر بن الخطاب بيبعث لولاته ويقول ألا إن أهم أموركم عد صلاة ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة وكان يقول من ضيعها فهو لما سواها أضيع فهو لما سواها أضيع الشريعة دية ربانية المصدر لما كن ربانية المصدر لا أقول أنا معصوم لا أنا أفصل وأفلق تماما بين النصوص الشرعية التي يجب علينا أن نحتاكم لها في القرن المائة لا أقول في القرن الواحد والعشرين وفي القرن الأول وبين حالتي أنا كل إنسان يؤقل من قبلي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الآية تنزل على الرسول صلوات الله وسلامه عليه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وليه مما هلق قال ما منا إلا ورده ورده أه والله أنا بتكلم دلوقتي ممكن أنت تصوبني فيش حرك فيش حرك أبدا بس إيه المنهج دي المربط الفرس إيه المنهج اللي حنحتاكم له المنهج هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش حنحتاكم للأراء مش حنحتاكم للأهواء إن أنت حتقولي ده أنا رائي لذا أنا شايف المسألة ده عقل بيقول عقلك بيقول لك وعقل بيقول هو العقول ليها ضابط ولا رابط المرأة لها عقل والرجل له عقل والصغير له عقل والكبير له عقل والعالم له عقل والمجنون له عقل بل المجنون حيقول للناس يا مجانين ويقول لك المجنون لو جبت له ميت عقل على عقل وما يعجبوش العقل إيه المسألة فأنت ما تمسكش زيبا ما تمسك ليش هلميات وتقول للرأي بيقول والعقل بيقول تعال حتى ما صالحوا عليه مؤخرا يقول لك الأغلبية ما ده النظام الديمقراطي طب الأغلبية عزة شارعه دي مثلا دلوقتي يقول لك لا لا برضو ما تنسوش الأقلية احترموا الأقلية الله ده شغل بأهلوانات ده شغل أنا أعدت في مجلس الوزراء أي والله أعدت كالعلي السلمي والناس السياسية كلها قلت لهم تشوفهم الديمقراطية دي زي صنم العجوة زي صنم العجوة كالمشرك يصنعه لما يجوع يأكله لما الديمقراطية دي تجيب الإسلاميين هتقول لها ديمقراطية لأعداء الديمقراطية الأغلبية لما تجيبهم لأغلبية ولا أقل عرمي ده مشكلة دي مشكلة دي مأساة عقلية دي مأساة عقلية فأنا بأحكمك للكتاب والسنة في العسر والأقلية ولا أكثرية وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مش يكون ما تهاب الأكثرية عايزة تشرب خمر إيه رأيك نقروها تقول للأغلبية قالت بقى شرعوا دين الله يقول إن ضللتوا فإنما أقضلوا على نفس لا أغلبية ولا أكثرية الحق الموافق لكتاب والسنة والبطن ما خلف ذلك ما تصار شديد ما هذا قوم لوط كانوا شزين إحنا بننسى السنن والسيار بننسى السنن والسيار ده نبي الله لوط قيل ما أمن معه إلا ابنتاه أو على أكثر تقدير ناس تعد على صبع اليد والقوم كلهم كافر بالله يأتون الرجال من دون النساء شزوز جنسي شزوز جنسي ده القوم كلهم كتر إيه رأيك يبقى شخح نقول الناس عايزة الشعب يريد الشعب يريد تعبيرات عايزة ضد الميدان والشعب يريد ده حتى بقت مغالطة الشعب يريد لما كل خمسة ستة وعشرة عشرين وألف وألفين حتى مئة ألف حيوقفوا طول الشعب يريد ده برضو حتى نزعات علمية دي الشعب يريد ما شعب اختار الناس في مدلس الشعب مثلا فخلاص كل الشعب يريد آبدا آبدا شغل افتئات ده شغل اسمه حنكلة ده شغل بهلونية لا يحتكم لا لشرع ولا لعقل ولا لعقل فإن تنازعنا وجب علينا أن نرد حكم ما تنازعنا فيه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تذر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حارجا مما قضاين ويسلموا تسليم وخلوا ما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أيكون لهم الخيرة من أمره ليس لنا أن نختار مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام الشافعي حكى إدماع الصحابة فمن بعدهم على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس أي أن كان إنما أنا متابعة ولست بمبتدع ولست بمبتدع وشريعة اكتملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دي إحنا عايزين دستور وقانون ينباشق من كتاب الله ومن سنة رسول الله إيه الحرك في كده وإيه الغلط في كده الشعب ده شعب مسلم أنتو كبار سنة منكم يدركوا كان كل شوية استفتاء استفتاء الشعب كله عايز تطبيق الشريعة حزب التجمع حتى عايز تطبيق الشريعة كل السياسيين كل السياسيين كان مطلب أساسي تطبيق الشريعة إيه اللي حدث إيه الجديد في المسألة إن أنا أحاكم لإسلامي الشيوعي عايز يتحاكم لقول ماركس ولنن العلمان الليبرالي القومي أنا عايز أحكم بكتاب ربي وبسنة نبي أمة مسلمة أمة مسلمة العقل والفطرة وكل شيء يقضي بذلك فأيه الغرابة إيه الغرابة في المسألة وليه أقلي عايز تفتائت على أغلبية الشعب المسلم ليه مشكلة مشاكل كثيرة كما ذكرنا عايز طبعا جهاد كبير والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فالشريعة دي ربانية المصدر النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم حجة الوداع يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضيله بعدي أبدا كتاب الله وسنة وإنهما لا يتفرق حتى يرد على الحوض وإيه لما ننظر هنجد الكمالات والجمالات في شرع الله إيه إيه الخيرات والبركات اللي بتشتهيها البشرية في أحسن وأكمل حالاتها إيه اللي انت عايزه عايز عدل ارجع للكتاب والسن ما تألفش انت ما تألفش العدالة بتمامها وكمالها موجودة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتاقوة دهب عبد الله بن رواح يخرس نخل يهود خيبر أرادوا لشوته فقال يا عدال الله تعلمونني السحد فوالله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إليه ولأنتم أبغض إليه من عداتكم من القردة والخنازير ولا يحملوني حبي إياه أي للنبي سعى سلم وبغضي إياكم على ألا أعدل بينكم قالوا بهذا قامت السماوات والأرض انظر حياتي مع اليهود مع بغضي له البغض شيء والعدل شيء آخر بغضي ده عمل قلبي إيه يعني عايزني أحب أحب الشيء وضده زي اللي بحب الأبيض والسود إزاي تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذاك في إمكاني ماذاك في إمكاني وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه انظر في القصة الشهيرة لما ضرب ابن عمر بن العاص ولمصر رجل قبتي واشتاكى لعمر بن الخطاب واستخدامه في موسم الحج وأمر عمر القبتي أنه هو يضرب ابن عمر بن العاص وقال اضرب ابن الأكرامين وقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار عمر بن الخطاب حيشوف واحد يهودي يمد يده يشعر فقال والله ما أنصفناك أكلنا شبيبتك وتركناك حال هرمك وأمر له من بيت المال وأمر له من بيت المال لما تنظر أنت النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيعه أشتري مع اليهود دعي لطعم يهود المدينة ما تدر عمر هنا من يهودي فيه تعامل فيه تعامل فيه تعامل عاد الغلام اليهودي وقال له أسلم وقال له أبو أطعب القاسم أسلم الغلام وفاضت روحه من ساعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبك صلوا على صاحبك عمر بن الخطاب أهدى حلة سيراء لأخي مشرك له بمك أهداها له النبي صلى الله عليه وسلم وبهوى بالإمام البخاري باب إهداء الأخ المشرك باب إهداء الوالد المشرك حتى لو كان مشرك وبهوى بالإمام أبو عمر بن عبد البر باب إهداء الأخ المشرك وإن كان حربي أتت أم أسماء راغبة فيما عندها من مال وذهبت أسماء رضوان الله عليها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا صلي أمك ونزل قوله سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إلي فالرحم حتى لو كانت كافرة توصل من المال ونح أب أو أم حدينه حسمع وأطيع له في غير معصية الله وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف الرجل ممكن يتزوج مرأة كتابية ما ديه وكأنها إشكالية عصرية الآن والبعض مش فاهم عملها لغس لا أممكن يتزوج من كتابي فيش حرج ولكن لا يحب ما هي عليه من دين البط يعطي حقها كاملا غير منقوص وعاشرهن بالمعروف ولكن لا يحب ما هي علي من دين البط نفس القضية مع الوالدين الأب كافر إيه عايزنا حب الكفر اللي هو عليه إزاي ما باش موسك أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان والذلك حتى السماح ما هو ده الشريعة سماح كلها عدل كلها مصالح كلها في العاجل والآجل في العاجل والآجل عمرو بن عبسة رأى معاوية بن أبي سفيان يريد أن يتقدم تجاه الروم قبل انقضاء العهد والمدة المضروبة فحذر عمرو بن عبسة وقال الله أكبر وفاء لا غدر فيه شفت الزاق ومع كافرة وفاء إنه لا يحلو في ديننا الغدر مفيش غدر عندنا لا يحلو والله يقول لي فلن بيغدر ايه يغدر قل إن ضلالته فإنما أتله على نفسي هوا الشريعة حرامت الساركة والنصف فلن بينصب ما ينصب المسألة إن أفلت حتى من العقوبة في الدنيا لن يفلت منها في الآخر لابد من إحكام المسائل والمفاهيم وإلا فالبعض يأبى إلا إقحم مسائل على السماحة يقول لك الإسلام دين السماحة دين السماحة دين السماحة وعزية تفلت من كل شرح من كل نص بزعم من الإسلام دين السماحة هو صحيح دين السماح حق قريدة بيه باط هو دين السماحة معناها إن المرأة مثلا تدخل الرجل الأدنبي البيت في غياب الزوج أو البلاي دين السماحة دي دين السماحة ده غلط خطأ معصية الحمو البوت الحمو الموت لا يصح اللي الراجل ما أخلى راجل مماءة إلا وكان الشيطان ثلثومة أدقل أدخياء هو وهي تقية نقية ولكن لا يصح شرع دين قل سمعنا وعطاعنا حتى خالها في مسائل السماحة السماحة أن أنت تلتاز بشرع الله واحدة عايزة تتبرج وتقول لك لما تبوش متشددين الإسلام دين السماحة الله ولا تبردنا تبرد الجائلية الأولى المسألة في إقحام عايزين يوالوا الأمريكان ويوالوا اليهود تحت مسمى السماحة عايزين يغيروا يحلوا يحرموا تحت اسم السماحة ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب لما تتتبع أنت شريعة تجن مسائل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله يوم الفتح مكة انظر والشرع ساوى بين الفقير والغاني بين القوي والضعيف إن أكرمكم عند الله أتقاكم ونهى عن الفخر بالأنسب والطعن في الأحساب نهى عن ذلك دبلال هو اللي حيصعد على الكعبة عام الفتح عام وحينادي فيهم بالنداء التوحيد تقول سبحان الله لله في خلق شؤون من كان يؤذى بالأمس هو اللي حيصعد على سطح الكعبة وينادي فيهم بالنداء التوحيد أي والله هو ذلك لما أخذ علي بن أبي طالب المفتاح من طلحة وكان هو في سدانة بيمسك بمفتاح الكعبة وأخذه منه علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم أمره برده إليه ونزل قوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال خذوها خالدة تاندة لا ينزعها منكم من الله المفتاح ما زال فيه في نفس العين حتى يوم من هذا ناس رؤسة وما رؤسة عايزين يروحوا يجبوا عشان يفتح الكعبة لما تتأمل أنت معاني العفو والصف النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفاتح وقال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال فاذهابوا فأنتم مدتوا لقاء لا تسريب عليكم بعد اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الرحيم والله هات أي رجل إيه وضع المرأة عندنا بكل يوم محاورات في الفضائيات وأشبه بحفر ومطبات وكأن صور التشير مش هتنته طب إنتوا هتعملوا إيه في المرأة المرأة عندنا موضع تكريم موضع تكريم وهي كبيرة في أم ما شاء الله طاعة الرجل لأم إيه المسأل طاعة لا ثلاثة أربع مال مال الأب من البر في أم في أم حتاخذ الحق ده إذا كان الزوجة وعشرون بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إذا كانت بنت من كان له ابنتان فأحسن صحباتهما أدخلتاه الجنة نعمة كبيرة وهل كان الأنبياء إلا أباء بنات كالنمام أحمد لما يبشر ببنت يقول وهل كان الأنبياء إلا أباء بنات إيه المسألة البنت المزيعة في القناة التلفزيون الفرنسية حوارات تلاتة حوارات كلها مركزة مركزة على وضع المرأة تبنت المرأة هتعملوا فيها إيه قلت لها يا بنتي أنت بتسأليني دلوقتي ومعليش ده السؤال ده حلي أن يوجه لكم أن يوجه لكم أنت مبتزلة هيئتك دي هيئة ابتزال المرأة عندنا شأنها أن تكون مطلوبة لما خلفتم الشارع صرت طالبة بعدما كنت مطلوبة الرجل بيتقدم للمرأة مهر ونافقة وسكنة وكذا وكذا انظر مطلوبة تطلب من وليها حتى ما بتمدش إيديها زواجتك نفسي لا مطلوبة المعافزة ده شرع رب العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فقلت لها بنتي أنتم لما تركتم الشرع صرت مبتزلة ما تحاولنيش على أنك وكأنك اللي بسموه بالأبرهاند أنت وكأنك اللي مسك دفة الأمور وأنا في أفصل اتهام وأنا أرفض كليةً وجزئياً أنا أكون في قفص الاتهام الإسلام يعل ولا يعل هات أي مسألة تحب أن نتكلم فيها قلت لها لما حتكبري في السن معلش في التعبير حتصح بكلب حتصح بكلب لأن مش هتلاقي أولاد عندك كلهم طايع ما فيش بيت عندكم قلت لها وانت صغيرة البنت عندها 14 سنة تجيب للبيت أبوها ما يقدرش يمنعها ما يقدرش دي خزارة إيه دي ده خبس إيه دي دي بخلاطية حتى دي من جملة مكوناتها والحريات الموجودة فيها الشزوز الجنس ها انت مش بتقول ديمقراطية هاتها من عندها أهلها ولا انت عايز ديمقراطية بلدي عايز ديمقراطية بلدي انت متفصل على قدك من جملة الحريات الديمقراطية الشزوز الجنس ايه رأيك ايه رأيك مؤتمر السكان وغير مؤتمر السكان كانوا عايزين ينفذوا البلد ده شعب مسلم انت حتنفذ فيه يعني اسباب الدمر والهلاك فجعلنا عليها سافلة وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين المسائل كتيرة ولكن انا عايز افسح المجال للأسئلة من كان عنده سؤال يطرحه نجيب علي بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة لا شرعا وواقعا انا مستبشر كما ذكرت بشره ولا تنفره تفاصيل الاحداث والبعض يأبى الا ان يستغرق مع الاحداث والتفاصيل يومية انا عايز اقولك خليك بمصطلح الوقت زي التاجر زي التاجر التاجر دي الصفقة دي خسرانة الصفقة دي ما جابتش همها الصفقة دي مش عارف ايه بس في النهاية بيجد ربع بيجد ربع عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خير ان اصبته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصبته صراء شكر فكان خيرا له يعني لا يمكن ان ننسى كيف كنا وكيف اصبحنا ما عليش في التعبير هو انا كنت اقدر ادخل هنا لا طبعا مدرش ها مش حدق العنترية لا ما كنتش اقدر انا ما كنتش اقدر النهارو ده انا عايز اسافر بسافر ايو الله عايز اطلع في الفضائيات بطلع في الفضائيات دي ممنوعات دي عندنا دي ممنوعات دي عندنا دي ممنوع رغم تجنبنا للعنف للقلوف التكفير لحتى البرلمان حرمنا بمنا دي ممنوعات دي ممنوعات واني المرأة كنتسبحين سنة تشغل طارقا وابتلع في البلدين دي ممنوعات دي ممنوعات العافية احماة دي ممنوعات العافية عايزة تلعب ممنوعات بعد سنتشغل طارقا يا مرأة بمجد الحزبات للبعض ونحن صديم في نعمة جديرة عافية غسعة لهب منتدية شغلها وإلا فدوش الناد تجنب البرلمان تخبه من النيار المسلامي وحتى صورة أطمامة للعصار والمصار والحكيين مثلا من حسن الشرع والله احنا عارفة فوزين بانفوزين ها طبيعي حتى الاحكام الشخصي الاحوال الشخصية بنقول لهم بنتركهم وما يدينهم شفت ازاي مش هنكرههم على التحكم الشرع إلا لو قتونا لنحكم فيهم بشرع لا لا بأس ولكن احنا بنتركهم والراجل للبابا شنودة كان دايما في قضايا الطلاق والزواج لو بتتبعوا الأحداث يقول الشريعة الإسلامية بتقول ان احنا نحكم وفق شريعتنا صح عندك حق الحق ده ما بيدهناش في أمريكا خلي بالكم ها دي بلاد بتبيع الواه دي بلاد بتتجر بحقوق الإنسان وحق الأقليات انت لو رحت أمريكا مش هيطبقوا عليك الاحوال الشخصية الإسلامية مش ممكن يقول لك انت جت أمريكا خلاص القانون والدستوري الأمريكي ينفس عليه تعالى اللي عمالين بيتاجره بقانون الدار العبادة الموحد أنا رحت الفرنسا وروحت اليونان أنا في اليونان أقول لك إيه أقول لك في إيطاليا ما وجدتش مازجد آخر مرة كان سنة 92 ما وجدتش مازجد مازجد واحد في إيطاليا تسميها انت دي إيه البعض مالكي أكثر من المالك بيدي من جبل خاص بزعم سماحة الإسلام ملاقيتش مازجد واحد شو بقى تحدي مازجد واحد في إيطاليا كله ممنوع ولما سفرت حقيقة كنت متصور إن أنا رايح المركز الثقافي أنا افتكرت إن أنا علاقي مثلا قاعة خمس نجوم قاعة مؤتمرات أبدا أتى بيجراش وبيحتالوا لأن ممنوعين يبنوا مسجد لقيت الناس بتوغده مثلا قوضة يأزنوا جوه ما يسمعوش الأذان لحد قلت لهم إيه ده دي بلاد بتزعم على الأقل الحريات اعملوا قضايا ارفعوا صدقكم لما يقول لكم الأذان ممنوع لأنه حيشوش قلولهم وجرس الكنيسة ممنوع بكل وضوح عبارة لأنه حيشوش بقولك البعض عندنا مالكي أكثر من مالك مالكي أكثر من مالك فمحاسن شريعة وإحنا في نعمة بتجل عن الوصف وأيام مباركات لها ما بعدها بإذن الله ولا تعلمون نبأه بعد حين بالنسبة للشهيد والله أعلم بما قتل فيه سبيل لا داعي أيضا لبيع الوه ولا المتاجرة بالمشاعر والحماسات الشهداء عندنا أصناف فيه شهيد الدنيا فيه شهيد الأخرة فيه شهيد الدنيا والأخرة شهيد الدنيا والأخرة أعلى المراتب اللي مد في سبيل الله في قتال الأعداء وكانت النية خالصة لوجه الله لما سؤل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فحدد إذا ورد شرع الله بطل نهره معقل فهل من يعقل دي مسألة فيه شهيد الدنيا قتل في صاحة الحرب ولكن أنتوا فاكرين القتال مع اليمن وما اليمن وكل يوم يبعث ناس الله أنت عشان تعمل عشان تعمل زعامة أنت عشان تعمل زعامة قومية عربية ده قتال ليس الله فيه نصيب وبعدين حتسميهم شهدة بالتاجر أنت بدماء البشر أحوال كتيرة طبعا ونمازج وصور عديدة عايزة رصد وعايزة تحليل فأحيانا البعض عايز ينشط شعيه الولد جفارة ايه تقول لي شهيد جفارة ايه يا أخوة جبت له شهادة انت منين يعني وخصان ده مصطلح شارع انت جبت له شهادة من ايه ونمازج كتير في واحدها في اخريات لحظاته حينتحر زي الرجل اللي شقص نفسه جرع في الحرب فقال الصحابة توبى له من اهل الجنة قال النبي سعى سلام بل هو من اهل النار فادركوه فودجوه شقص نفسه قطع العروق فانت عمل تقول شهيد شهيد وهو منتحر قول اللي تقوله الامور على ما عنده ربك واحد نيته ان يقال عنه شهيد ده مش نيته انه هو ينتصر لحقه ويرد بقى لا عايز تتخلت ذكراه الناس تقع ده البعض زي اللي حييجي على اعلى بناية ويرمي نفسه من فوق ايه اللي بتعمله في نفسك ده ما انت عايز تموت ولا تنتحر اشرب شوية يتسم مفيش حد يحس بيك وتنته انما لازم تطلع على اعلى بناية ترمي نفسك من فوق فده شأن البعض ده شأن البعض النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من تصعر بهم النار ثلاثة نفر واحد تعلم العلم وعلمه الناس والثاني قاتل حتى قتل والثالث تصدق يؤتى بهم يوم القيام ويعرفهم الله نعمة فاعفونها ويسأل اول ما عملت فيها يقول يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك يقال كذبت ولكن ليقال عنك انك عالم وقد قيل ويؤمر ويصحب على وجه فينا كان عايز يتقال عنه عالم العالم الكبير والعالم الاوحد خلاص يا دنيتك في الحديث انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه ربنا لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي بي وجهه الثاني قاتل حتى قتل يؤتى به ويعرفه الله نعمة ويسأل ما عملت فيها يقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتل يقال له كذبت ولكن ليقال عنك انك شهيد وقد قيل ويؤمر ويصحب على وجه فينا فانت والله عايز تتاجر واتبع له اسم الشهادة بي من عامتك من جبك الخاص الامر كله بيد الله المرجع والمقاب إلى الله وكذلك الامر بالنسبة للمنفق المتصدق ليقال عنه انه منفق المحسن الكبير انت دي بغيتك ان يتقال عنك المحسن الكبير تجر مع الله اخلص العمل لله تبارك وتعالى فده الصنف الثاني شهيد الدنيا الصنف التالت شهيد الاخرة شهيد الاخرة ده مين زي اللي ما تبقى في الحرق التحرق الغرق الهد المرأة يقتلها ولدها جمعاء في النفاس او اسناء الولادة دي شهادة الطعون شهادة الموت ببداء البطن شهادة بس ده يغسل ويكفن ويصلى عليه يتعامل معه زي سائر الموتة بس له اجل وثواب الشهيد في الاخره اجل وثواب الشهيد في الاخره فازاي نتعامل مش هنقف لهم دقيقة احداد انا لسه في القناة علقت على الامر ده على ما حدث في الجلسة الاولى المجلس الشعب ما مش هنحادي مش هم اخواننا وطيبين والله ونعمة كبيرة بس الغلط حنرده مني او من غير فالدقيقة احداد دي على ارواح الشهداء دي دي مستوردة دي مستوردة الشهيد مش عايز ولا يحتاج ان انت تقفل دقيقة احداد لا طبعا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزخون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل حتى قراءة الفاتحة لم ترد شريعة اكتملت ما ممكن نستحسن وتقول فيها ايه ما الشريعة ده الفاتحة يا ام الكتابل ايو الله حق بس النبي صلى الله عليه وسلم اعمل ايش مش فيه كانت شوهداء احد مش فيه كل يوم ناس بتموت لو اقفوا لهم دي ايه احداث ولا اروع عليهم الفاتحة الشريعة اكتملت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الاسلام دين وهم عن علم واخفوا وببصر النافذ انكف اللي عايز يقول لا اه واقفوا دقيق هتلد لي مش هتلا ده مستورادة حاجات مستورادة من الغرب دين اقرأ الفاتحة حاجات الناس اللي فاتحة زي في الخطوبة اقروا الفاتحة ما وردش دي علاقة اجنبي بأجنبي مجرد واحد بالزواج ما وردش في البيوع طب تعالوا نقرأ الفاتحة ما وردش المسلمون عنده شروطه خلاص احنا وعد مش هنخلي به بإذن مش محتاجين نحن نبتدع ولا نتبع ولا تبتدعوا فقد كفيتهم تفضل كنت تريد أن أعرف هل حزب النور من أجنب الإسلامية سوف يتبعوه مع أجنب والنزاء وذلك طبعا السياسة الحزب النور وغير حزب النور ومثال ما هيش قصرة وإلا ففيه الحرية والعدالة وفيه الأصالة وفيه التنمية والبناء أحزاب كتيرة إسلامية المفترض فيها أنها بتنهج منهج الكتاب والسنة وإحنا بنفلق بين منهج كمنهج وبين الأفراد كأفراد الحزب دي ما تغطلتش وما نشويش بيها حتى في الخلافة ما فيه أشياء تعنوا بيها قال لك انت عيزت رجعنا للإسلام لخلافة هارون الرشيد للخلافة العثمانية للخلافة العباء ده كله إنسان يؤخذ من كفلي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل إن ضلالت فإنما أضل على نفسي وإنت في المقابل هترجعني المي لخلافة ماركس لحكم لينن مشكلة مشكلة فبقول لك إن إحنا حنحتكم للكتاب حزب النور وغير حزب النور حيخطئه حتقول لي أخطاءه والله خطأه هم مردود عليهم استمسك فاستمسك بالذي أوحي إليك انظر كل إنسان بيؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله من أول جالس والله الحمد في القناة ذكرت عدة مآخس الواحدة تلو التانية من جملتها اترك وقت لصالة المسألة الراجل صدام حسين في أخريات أيامه كان في مجلس الوزراء وقت العزان ارفع الجلس اليوم 24 ساعة ها إن صلاتة كانت على المؤمنين كتما موقود حافظوا على صلاتي والصلاة الوسط وقوموا الله يقانتين انت عايز الجلسة كم ساعة عشر ساعات مفيشش كم بتدي الصبح بتدي الساعة تسعة بتدي الساعة عشر حتى الناس تكون تعبت ييجي وقت صلاة النه الناس تعبت سبوا مرتاح دلهم فرصة نص ساعة يتوضوا ساعة يتوضوا ويصالوا ويرجع يجي وقت العصر بين الدور والعصر خو اعمل جلسة اليوم طويل قاوي ننظم الحياة تابعا للفرائد ما احنا نعكست عندنا قص الموازين زي الشباب دلوقت وحتى الكبار الليل نهار والنهار الليل طب وبعدين وبعدين حتى البنات البنات تلاقيهم ماشيين الساعة تنين بالليل ايه ده ايه ده ده مخلف لكل عقل والكل فطرة ماشيين الساعة تنين بالليل وبعدين تعالى في النهار النهار كله نوم والليل ده شغل شيطانة دي هتصلي هتصلي امت لا اعدل يومك اعدل نفسك الليل الراحة وللسكن النهار للمعاش والكسب يصطلع كله فريق على حق نفس القضية ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقود اعضرت ذكرت مسائل كتيرة جدا ودول اخواني والله واحبابي بس مش حنجامل على حسابي الحق نعم من عمل من عمل فاسة تجزل حالي بالاسلام قبل محاربة لكلمعات الاسلامية وما هو طريق بالنمو بالتصال لأمي الحياة والسياسية واله من تفرض من دباء الشيعة وحكام الشيعة ومراحبين اللي جوريين الله ده 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 من السؤال ده ده عشرين سؤال في السؤال وكلها عايزة يعني ما شاء الله عايزة وقت طويل جد ده أنا اختزلت واقتصرت الدرس علشان يعني اجوي على بعض الاسئة على كل حال بالنسبة للمبادئ مبادئ الشريعة المبادئ دي ممكن يتفق عليها بين كل البشر عدلة اجتماعية حرية مش عارف ايه لا ده احنا عايزين نصوص شريعة لاحتجام لنصوص الكتاب والسنة مش للمبادئ المبادئ دي هلاميات اضرب لك مثال ما انا كنت بتكلم على الحرية دلوقتي بتكلم على الحرية الحرية فيها شذوس جنسي ايه رأيك ايه رأيك تقول لي حرية ودي من المبادئ ودي الشباب الصورة قال عليها لا مرفوضة حرية دي مرفوضة تعالي حرية التملك بالربا بالنسبة لحرية المرأة اختلاط تبروت مثلا ما دي حرية مرأة ايه تعالي وحتى اللي بينادوا بيها ما دي عايزة تفاصيل انها يكون رئيسة وانها وانها كلام فارغ كلام فارغ لان انت ماشي محكم حتى دي انت الشرع والعقل يقول لك كلام فارغ ازاي حتوعكم دي عندنا مثلا منقبة ايه تعمل ايه لما تقابل القزافي مثلا بروتجور ما هي الرئيسة بقيت تصفحه تأخذه بالأعناق بروتجور ولا تخليه انت متبرجة لازم تبقى متبرجة عشان العينتها رئيسة حاول تفكر حتى ده اي شيء مخالف جالسة مباحثات مغلاقة ما الرئيسة بيعملوا كده ايه رائيك الرئيسة دي نعادها مع بشار الاسد تلات اربع ساعات في جالسة مباحثات مغلاقة مصيبة ايه دي ده لا فهم للشرع ولا فهم للدنيا مفيش فهم ايه رائيك نمنعها من الجواز ايه رائيك ما انت بتقول لي رئيسة الرئيسة دي منص في الدستور انها ممنوعة من الزواج مثلا ولما تتزود ممكن نكون فيه اولاد طب ندلع جازة وطح من حكم البلاد الناس بتهرب بما لا تعرف بتهرب بما لا تعرف ايه لازم نجيب لها مرضعة مثلا ولهن مثل الذي علي النساء شقائق الرجال في الاعكام الا ما استثناه النص والدليل شفت ازاي ليه لان فيه اشياء من خصائص الجنس ولذلك يقول سبحانه وليس الذكر كالانث ده حتى صفات التشريحية ما انت تتحورهم بالشرح وتحورهم بالواقع على اعلى مستوى على كل المستويات مش على مستوى واحد اتأي واحد عايز يتحاوى واجدوا في صفات التشريحية ان المرأة لما تتعرض لمسألة مركز العاطفة هو اللي بيعمل ده حتى التشريح الناس الدكاترة يعرض مركز العاطفة هو اللي حيشتغل الراجل مركز القرار هو اللي حيعمل تعرض لمسألة ولذلك تعالى شوف النفقات انا ممكن اتكلم مع الاخوات دلوقتي واستحث الاخوات على النفق الترابيزة دي تتملى فلوس قدام لو كلمت الاخوة مع كل احترام وتبجيل وتقدير لو لقيت خمسين او ميت جنيه تبقى كويس اه اه ده واقع المرأة مركز العاطفة وليس ذاكرك الانثة الراجل مركز القرار يقعد يحسب ده القرش انا تعبت فيه ده القرش انا جايبه ده القرش حيروح لا ده البيت عايز لا ده اللي حزو البيت يحرم على الجامع وتبصت لها الف فلسفة وفلسفة فالحاصل ان فيه فرق اللي حسب النور وإيه اللي حيعمله مع نساء ومع الرجال والله نتمنى ان احنا نطبق شرع ربنا مفيش بطح على دماغ مانا زي ما قلتلك المرأة لها كل تكريم لها كل تكريم تكريم مش هتجده في أوروبة بيه لموزايد اللي عايز يتحاور إلا بقى ان هو يشوف ان الحرية وانها تمشي على حل شعرها دي يبقى كمة القمم لدى كمة السفالة كمة الدناء كمة للنحطات كمة للنحطات فاحنا نتعامل زي مع نساء بشرع لا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ايه الاسئلة التانية لا انا ما تعبتش بس انتوا اللي تعبتوا ما فيش اشكال نوقف على طول بإذن الله تعالى اه ماشي توضع هو بس كان فيه اسئلة تانية كان بيسأل هل اه بالنسبة للجدل حول المسائل الرباوية انتوا ما تنسوش ان النهاردة فيه نزعة غربية لتصفير الفائدة يعني ما بقول ما نبقاش ملكيين اكتر من الملك امريكا في الازمة الاخيرة الازمة اللي رقحت فيها الاقتصاد بسبعمائة مليار دولار وصلت في النهاية لتصفير الفائدة فاحنا بنك دولي ومش عارف نقد ايه وكله بالرباويات يمحك الله الراب ويربي الصدقات والمحرم على مستوى الفرد محرم على مستوى الدولة والجماعة الاقتصاد منهار وانهيار الاقتصاد ما كانش حتى المسألة واحدة الراجل بتاعنا ده اللي حكم ما عورد عليه مليون فتن في السودان ان هو ختم الامريكان البلد من باعة مش بس شغل النصبه وشغل اللي عملوه في البلد وكانها تيكية وكل واحد حياخد مليون متر المتر بجنيه الله وبعدين وبعدين ملايين الامطار وزعتوه على بعض وبعدين المليون دي حيصحب قرد من البنك يدفع المليون ثمن الارض ويتبقى معاه بقية القرد ده سهل يا زير انا ابن عمارة بالمليار وانا ما معنيش جنيه واحد سهلة سهلة بس بس هتروح في من ربنا هو ده اسلوب مناخد القرد من البنك ده اخدوا الارض بلاش وعلى حساء اخدوا القرد من البنك حيسددوا الارض بالتعصيد المورية بلد باعت شركات ومشركات انا مش هقولك اديها اليد امينة هتعمل وتعمر واقتصاد ومشاريع وانا قاعد مع بعض الاخوان في جماعة الاخوان الكبار بيحكي لي ان احنا حاولنا كم جملة المشاريع عايزين ينظفوا منطقة بيقول لي سامعوا ان احنا مثلا حننزل بعد بكرة عشان ننظفوا سبقونا شغل شغل حتى مش ما فيش لله فيه نصيب المشاريع كتيرة جد واقف بس النص الراجل الجنزوري بيقولك مالد مديونة بمية وستين مليار بمية وستين مليار قطاع البترول بستين مليار ليه ليه ده البلد عيمة على بركة من خيرات وبركات المسلم انفع والحرام ممحوق البركة ممحوق البركة وانت شوفوا يا لما تخوفوا من قطع تيارة حتى مع قريش قالوا انخفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضلي ان شاء تخيل الامة مش اقولك هنستصلح بقى الارض وفي سينة ومسينة ومشاريع كتيرة جدا انسى المشاريع دلوقت والله بس رب الامة على معاني الايمان فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انا اظن كلكم حسين بظاهرة غريبة اوي المطر وكأن زنوبه المعصر حبسته المطر نازل نزول فعلا الارصاد لو المراد قالت مطر لم يحدث من مئة سنة تبقى صادقة تبقى صادقة المراد وإلى فكل سنة لما يلزل شوية مطر يقولك مطر لم يحدث منذ خمسين سنة لذا المراد لو قاله لم يحدث منذ مئة سنة هذا المطر انا كنت في القاهرة امس ولا اول امس شتة غزير قاهرة دي اللي ما بتشوفش الشتة شتة غزير ايه اللي حبسوا الزنوب المعاصي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس خصال ان ابتليتم بهم واعوذ بالله ان تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى اعلنوا بها الا ابتلوا بالطواعين والاوجاع التي لم تكن فيه اسلافهم الذين مضوا ولا نقص قوم المكيال الا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان ولا منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء اي مطر ولولا البهائم لم يمطروا ادحوات سبب سعة الرزق الزواج من اسباب سعة الرزق المتابعة بين الحج والعمر على رغم انف الملاحدة من اسباب سعة الرزق الجهات في سبيل الله تقوى الله التوكل على الله اسباب كثيرة جدا ناهيك عن الامانة واتقان العمل وترك الناهب والسارقة والمعاصي والذنوب اللي بتمحك البركات اصدنا انا قطلت انا قطلت عليكم الله يكريمك لا هو الرئيس لما يحاكم اجرام يحاكم عليه شوفوا انا اتنازل عن حقي ممكن انما اتنازل عن حقوق الاخرين ده ما املكوش الناس اللي سفكت دماء هادي الناس اللي انتقوا املكت اعراض انا ما املكش التنازل انا املك التنازل عن حقي فقط لا املك التنازل عن حقي لا النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده امرأة ولا خادما ولا دابة الا ان تنتهك محارم الله فاذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبي شيء حتى ينتقم لله فكون الريس وغير الريس وانا وانت اجرامنا واسراف والله يقضى علينا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مسألة الحكم العسكري يخرج عليه ولا ما يخرج عليه في حديث عبادة بن الصامت قال بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكر قالوا على اثرة علينا وعلى ان لا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواح عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى ان نقول الحق اينما كنا لا نخاف في الله لو ما تلأ من الخواني العصرية بتبيح التظاهر وبتبيح الوقوف واذا بيدخل الناس في دائرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيد الشهداء حمزة وروده نقام الى امام فامره واناهو في ذات الله فقتله ولكن تبقى المسألة الاخيرة دي اللي احنا بصدادها المجلس حيرحل في مش عارف شهر ايه وفي مجلس وحتى علشان يعني تم انتخاب رئيس تحيزها واحد وانتخابات وصندية واجراءات عايزة شهور ومجموع الامة قبل ذلك مسألة فنية تقول مسألة اجتهاد ما هو كل ما مسألة عنت في دماغ واحد حيلوي اعناق الامة علشان علشان ينفذها ويقول الشعب يريد والميدان يريد لا طب الميدان والشعب بيريد بيروق انتخاب ناس ناس وافقت فيه اجراءات انا سمعت الكلمات في مجلس الشعب ما شاء الله لا قوة الى بلاه هو انا حاول اكتر من اللي قالوه او عندي الاهلية على انفاذ هذه المطالب اكثر مما عندهم لا داع الافتئات كل واحد ينزل نفسه وعدمه وقادره ولا يتعد ولا يفتائد ان استوجب الامر فوفق الضوابط الشرعي اتفضل عليك وعليه السلام ايه اتفضل ودعا يقول ان الشعب هو السلطة الرابعة هو ده اللي اجل مصر اه في هذا المطالب الامر هو يترقب ويتأيب بكل نقة وحيادية دور الحكومة والبرلمات ها ده دور كوائس الشعب يحقوب لي ولا ينتهي بعد مجلس الشعب ما لا ما هو اصلا يشوف احنا حتى الكلام مش واضح انا حوضحه حاضر هو على اساس ان دلوقتي ان المجلس بقى زي سلطة ربعة وان في حكومة وهل دور ده اللي بيقديه مجلس الشعب دور كافي في ضبط المسائل ولا دي كنا دايما بنقول عليها القنوات بلاش حتى كلمة الشرعية قنوات رسمية وما نفتقتش بغض النظر على الاستفتاء واللي تم واللي حدث فيه اتفقنا على مسائل وان حيبا فيه انتخابات لمجلس الشعب وحيتم وضع دستور وحيتم انتخاب رئيس والله الناس اللي عملت كده انت شايفهم بيفهموا لا انت اصلي بقت فيه قدر الشباب دلوقتي كله حماسة مفيش اشكال ابدا وانا بقى احذر من غرور القوة من غرور القوة ومن الجرأة اللي وات تي الشباب للأسف الشديد للأسف واخش اخشى من ان يكون ده عدم شكر للنعمة نرجع به الوراء نرجع به الوراء وإيه لا فاستفتقتا البعض اعترض عليه طب انت بتقول الحكم الاغلبي وانك راجل ديمقراطي ليه تبلع صنم العاجوة تقول ديمقراطية والحكم الاغلبي طب الاغلبية قالت في الاستفتاء كلام وتمت انتخابات والانتخابات اسفرت على اكثر من سبعين في المائة من الطيار الاسلام وانا ما احكي السر ان كانت النسبة تبع اكبر من كده بكتير اكثر من سبعين في المائة وانا ادرك ما اقول ان النسبة اكثر من السبعين في المائة اللي تم حيازتها ولكن الحمد لله على كل حال رضيين لان فيه تجربة جزائر ما سمعت باذني لم ينقل لي احد ان لو انفرد فصيل بالمشهد حياخد ضربة بكل وضوح عبارة بكل وضوح عبارة ما فيش داع لتفاصيل لا كتلة ولا غير كتلة ما لهمش شعبية ما لهمش عرضية لا شعبية ولا عرضية ولا وفدة حتى ما ياخدوش اللي اخدوه ولكن الحمد لله في الجزائر اللي حدث طيار الاسلامي هناك وجبهة الانقاس حازت على المقاعد اللي حدث تاني يوم كان ستين الف في السجون دي حكومات بائسة انظمة حكم فاشلة مخالب قطرة هو الرجل اللي كان حاكمنا ده حتى يعرف يحكم اسرة يعرف يحكم بيت عشان يحكم شع القذافي اللي بقوله عليه مخبول يحكم اربعين سنة يحكم امة هو دي عقلية حتى تحكم بيت ولكن واقع واقع شغل لتغاو طوغيد شغل جبابع شغل فراعنة فده اللي حدث فالحاصل الانتخابات اسفارت عن مجلس شعب ومجلس الشعب ناس والله يعني حتى خدها بالمقارنة كده طول فيهم فضل فيهم خير خليهم زي غيرهم الشعب انتخابهم ليه تفتأت ليه تعكر صفه البلد ليه تعكر الاستقرار وبعض الشباب خارج عشان يعمل تغريد طبعض بعضه خارج علشان يوكيل المجلس العسكري في نفس اليوم حتى افتأت ليه انت ما فيه مجلس شعب يقول المجلس العسكري يرعى يرعى ايه المسألة ما فيش بيننا وبين المجلس العسكري يعني المحبة والموادة والاخوة لا شأنهم كشأن غيرهم بس نعرف الفضل فعلا كنا بقينا زي السوريا وزي اليمن وزي وزي ما كنا في عفية فالحاصل النهاردة فيه مجلس شعب بيقر مسائل نصبر نديله الفرصة زي غيره من المجالس ده انا سمعت الجلسات الاولى والتانية حقيقة حاجة مبهرة حاجة مبهرة بكل معاني الكلمة عنده الاهلية بإذن الله تعالى حنشوف خيرات وبركات رغم ان الميزانية كانت تكون متصفارة الحال متهالل بس الارض زي شرقانة اقل القليل هيحدث اثر انا مستبش الناس هتحس الفارق كما بين السماء والارض بإذن الله تعالى فنطرق فرصة نجلس الجهد نحتمل حتى زباية المجالس وانت اللي بتقول الشرعية واحترم القانون احترم الدستور الله هو احترم القانون الدستور لما يوفي هواك ولما خالف الهوى تعمل انقلاب عليه ليه كده ده مسائل لا عقلية ولا هي شرعية ولا هي المصلحة البلاد ولا المصلحة العباد فنطرق مجلس الشعب فيه اكتر من سبعين وحتى بعته برسائل طمأنة ما شاء الله لا قوة الا بالله حتى لزملائهم في المجلس وتحس طريقة دارة الجلسات انا حقيقة كنت منباهل بالكتبني وهو بيديل الجلسات يعني ادارة عالية جدا فايه المنتظر فهيئة موجود عشنا بيها العمر كله الهيئة دي مش هتشرع مع الله لا مش هتشرع مع الله الهيئة دي هتحط الدستور المنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله عايزة كل تعضيد وكل تأييد ونسأل الله تبارك وتعالى ان يبرم لهذه الامة امر رجد يعز فيه اهل طاعته ويودى فيه اهل معصيته هو سبحان ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته